إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقاك يا رب العالمين وأن تراضن عنا أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين وأهلا ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة ومعنا أول اتصال مرحبا قالوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بك أهلا الله يسلمك الحاج معك أنيسة من بائرة قصر بخاري وليتنبيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قصر البخاري بلدة طيبة وشعب شكور الله يسلمك الحاج ما شاء الله ما شاء الله مرحبا بك مرحبا مرحبا الله يسلمك من فضلك عندي الأم تاعي موجودة على قيب الحياة والأب التاعي متوفر رحمه الله يرضبكم للجنة إن شاء الله آمين يا رب عندي مدة خمسة أشهر والأم تاعي تراني كراضي طفلة صغيرة من ثلاث سنة وتلتح يعني من خمسة أشهر وهي تشوفك يعني دائما وكأنك طفلة صغيرة أنعم ما شاء الله يعني أمك راضي عليك الحمد لله الله يبرك ربي طولنا في عمرها يا رب اللهم آميني سلمنا عليها أبلغيها تحياتي وسلامي الله يسلمك الحاجة وأقول لأختي الفاضلة كم ماضا من عمرك أكثر من عشر مرات لا لا أشهر عمرك الآن حاليا عمري خمسة وثلاث ولا زنة يعني الخطة بيجي وما يجيوش يجو ما يولوش بالله يجو ما كتبش ربي كنت ترقي ولا لا والله نرقي بصح ما ندير شربي يا شيخ يعني وشياتك الراقي ما تستعمليش ما يرقوا لي في المو يجيبوا لي باش نشربوا هكا ولا نمسح وجهي صح ما نديروش ما تشربي ما تمسحي ما نديروش نعم يعنيش إذن أختي الفاضلة الظاهر عنك أنك ملتزمة ومطيعة لأمك الحمد لله الله يفتح لك يا رب الله يفتح لك آمين أجمعين يا رب العالمين إذن أبقي معنا وستسمع الجواب ومرحبا بك مرحبا آمين وإياك آمين وإياك يا رب خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه هذه رؤية جيدة وجميلة وممتازة أولا أبشيري أن الأمر راضية عنك ما شاء الله تبارك وتعالى ومن رضي عنه والداه واتبع طريق ربه سبحانه فاز في الدارين لطيع ربي وطيع والديه ويأبد ربي هذا فاز في الدنيا والآخرة وأنت ولله الحمد رهيمك راضي عليك وتشوفك وكأنك طفلة صغيرة حوالي يعني بدءا من خمسة حوالي عند خمس سورة يتشوفك لحد الآن حوالي عشر برات ويتشوفك طفلة صغيرة والله ما شاء الله تشوفك طفلة صغيرة هذا دليل على أنك تملكين قلب البراءة وكأنك طفلة صغيرة بريئة الكتاب لم يكتب فيه شيء لحد الآن لأنها لم تبلغ ما زالت صغيرة إذن أنت كل براءة في الأطفال الصغار ذكورن وإناثن لم يكتب عليهم القلم بعده لأنهم صغار ما زالت بالغوش فأنت لك قلب تعذري صغار قلب صافي أبيض لا يعرف الغشة وللحسدة وللحقدة وللخراهية قلب كله خير وبركة وعافية ولهذا الرؤية هذه جيدة تبين أنك تملكين قلبا صافيا ينبض بالخير والبركة والعافية ويحب الخير ويكره الشرع وهذا يشبه حالة شيوخ والكهول والعجائز والمسنين والمسنات لما يدخل الجنة لما يدخلهم الله الجنة ماذا ما يدخلش وهو شيخ لا يدخلها وهو كهل ولا تدخلها وهي عجوز إنما يدخلها هؤلاء جميعا وهم شباب يافع شباب وشبات مزداقا لقوله تبارك وتعالى إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَبْكَارًا عُرُبًا تَرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ إذن هذا دليل واضح أنك تملكين قلب صافي ينبض بالخير والبركة اسأل الله الثبات حتى الممات بعد طول عمر اللهم آمين والله أعلم أهلاً ومرحباً السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بك أهلاً أهلاً بك يسرح أنا عندي واحد المشكلة أنا شوف أنني من دي صام صار لي واحد صار المرات تاني غير مرقي وكامل ومن بعد ذو كان لنوم واحد المنامات شوف قبل ما تبداني هذا الحالة قبل ما تبداني هكا كنت نقرأ صوت ياسين من الصباح صباح الفاجر كنت صلي الفاجر نقرأ صوت ياسين ومعد ومعد وليت النوم نوم شوال أخطرها نمت هذي المرات اللي زع ما دارت لي استحره كامل النوم هخطرها نمتها لبسة حجابي لبسة حجابي وصباطي شوال جات لداري وقات لي قاتلين لبس حجابك وصباطك تيودي ما يجوكش ما يجوكش ما تلبسيهم شو قلت لي لا لا نلبسهم وزا ما تلبست لي حجابي جاها عند الرقبة ما جاهاش زا ما وصباط دخل فيها كوة ما جاهاش وهي راحت بيهم ما جوهاش ومن بعد ذا عمان نومها نومها في داري تحاول فيها ومن بعد شغل مر هذي الحالة ضربت ضربت واحد شهر ومن بعد وليت خرجت من داري ومن بعد وليت مع الرقيان نتجري راحت السعودية هكا مع الرقية مع الرقية ومن بعد هذي الخطرة نعود نومها نومها زا ما هي في بالكون وين في بالكون وهي في هذك البالكون في هيئة تح أفعة زا ما في هذيك الأفعة وبس هذيك الأفعة في الراس تحا ماشي الأفعة الراس تحا هي هذ المرة وزا ما هي في هذك البالكون تدير فيه دها هكا وتحويست الحقلية لهذا البالكون لي أنا فيه وبعد زا ما ما حقتليش وعندي شيخي الله يرحمه زا ما في هذك هوا مية شيخي قاعد معايا في هذا البالكون ويقول لي يقول لي بلا كي منها هذي هذي بلا كي منها وهي زا ما عيت باش تلحق لي لهذا البالكون ما حقتليش نعم نعم انا نطلب منك فصل لي على هذا المينة وهذا التالي وذا ما لا تقدر هكا ترشدني لما بيديش انا كاش حل ولا انا وني ما زمني في هذه الحالة دايما نرقي ودايما نتعوج يا شيخ دايما تلحق镜 ايكا تتعوج من حمل اختي cubanek عندي طفل والسعودية روحت معتمرة او حاجة رحت رحت مع تامرت ورحت باش نرقي على أساس زي ما قلت نحن ندير عمرة ونزيد نرقي فيما بلك نبرة ورقيت ثم رقيت رقيت ثم رقيت عند شيوخ كبار فيما زي ما بالموعد وما جيت نلحق ليهم قاعدت شعر فيما صح ما ديروا لي ويلو يا شيخ ما ديروا لي ويلو الحالة اللي رحت بيها جيت هنا ورحت بزاف عند الرقاط رحت عندو حد الرقاط عندو حد الراقي هذوق تزاير تيفي كيف كيف دايما يقولوا لي زي ما يرقوني 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 ومبادي لحقل واحد الحالة يقولوا لي بليو دينتي لازم هذا السحر اللي را يدير لك لازم تحبس من السحر طحا كم ماضا من عمركي أنا 25 سنة يا شيخ الله يبارك ما شاء الله أركي هنا في العاصمة ايه الفتي بازا الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله يسرمك يا شيخ وكان هذا الحالة قح المنامت من فواتيس اللي كنت نقراها وانتي هالمرأة من قرابتك أو جارتك ايه ما قرابة قرابة يا شيخ لو كان نقول لك أم زوجي ما شي ما لس ما لس لا إله إلا الله وهذا أم زوجك زوجها ما كانش يتفهم معها ما كانش يتفهم معها يا شيخ وطلقها شحال من خطرها ويعود رجحها ويحبك أنت ايه يا شيخ هو جيخ طبني هو اللي يزوجني بوليده ولكن مات وعنك راضي انصح ولا لا صح 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 أنت لي اللي يهدر معايا نعم إذن أبقي معنا وستسمعي الجواب ومرحبا بك مرحبا شكرا لشيخ لو كانت قدر غير ترشدني برك نعم نعم أرشدني يا شيخ إن شاء الله خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه وخيرا لنا وشرا لأدائنا الحمد لله رب العالمين أولا في الواقع تقرأي صورة ياسين ما شاء الله صورة ياسين هي صورة عظيمة صورة فيها من الفوائد والمنح والخير والبركة ما لا يحصى ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم صورة ياسين هذا حديث صحيح وفي رواية ياسين على موتاكم وهناك روايات صحيح بعض علماء الحديث ضعفوا هذه الأحاديث صورة ياسين لكن في المقابل هناك علماء حسنوا هذه الأحاديث فمن يرى أنها حسنة كما أرى أنا أنا أرى بجواز قراءة صورة ياسين حال الاحتضار عند سكرة الموت جائز ومن يعتقد أو مقتنع بأن الرواية ضعيفة أو الرواية الضعيفة ما يقرش له ذلك لكن ينبغي أن نحترم بعضنا البعض لأن هذا دين الله عز وجل والعلماء اختلفوا فمن يكون هؤلاء حتى يجعلون الأمة على رصيد واحد لا فنحن نرى بجواز قراءة القرآن حال الاحتضار وعند الدفن وبعد الدفن وفي أي وقت يقرأوا على الأموات وهذا جائز وأنا في ذلك الحمد لله كتاب كامل في هذه المسألة نسأل الله أن يوفقنا لطبعه في المستقبل إن شاء الله وآتينا بأدلة من الكتاب والسنة وآثار سلفنا الصالح والخلف في جواز قراءة القرآن بدءا من الغرغرة أو سكرات الموت حتى يارث الله الأرض ومن عليها بالجواز نعم ولهذا سورة ياسين فيها فوائد عظيمة الحاجة الثانية الأفعى في المنام ميش مليحة أي إن كانت ميش مليحة وقلت هي أفعى رأسه هذه المرأة وهي عجوزتك والله أحيانا أرى بعض العروسات وبعض العرائس يعني نسب العروس تشكر حماتها وتشكر عجوزتها وتقول كان هذه رهي يمى وماشاء الله نفرح وأحيانا أرى نفورا كبيرا وخصومات ونزاعات ومشاكل بين العروس والحماه ولهذا أنت أيتها الحماه أيتها العجوز بالأمس فقط أنت لو رح تخطبتها أنت كذا شنيمو اللي تعدوتها وأنا ما ليس نسمعهم طرف واحد إنما أنا أحكي يعني العامة أنا ما ليس نخصص أحكي ما عايشته في بيوت الناس وما سمعته من الأطراف كلها أنه كما تحبين الخير لابنتك هذه أيضا أصبحت ابنتك كيف أنت بنتك هل ترى أنت بنتك ترضاي لها يطلقوها ترضاي يضربوها ترضاي يستحروها ترضاي يدلوها مشاكل ما ترضايش فكيف ترضيناه لبنات الناس وكيف ترضيناه لزوجتي ولدك وابنك هذا حرام هذا حرام وعلى هؤلاء الحمات هذا العجيز أنا أقوله مرأة الدنيا فانية ومهما تعيشي راح تموت عيشي مئت سنة مئتين سنة راح تلقى يا ربي أقسم لك بالله غير ربي راح يستألك على هذا الظلم ورح يستألك على هذا الشعوذة ورح يستألك على هذا المنكر لا راكم تديرو فيه مع العرائس المساكلة حرام عليكم وعلى الدورة تصلي لا تنفعوك صلاتوك بالعكس أي شعوذة تديروها أي أو أي شعوذة تديريها كل ما تديري شعوذة أو تروهي عن مشعوذ ويديلك شعوذة باش تدري هذا العروسة صلاتوك أربعين يوم باطلة ورح تليم عن مشعوذة وشعوذة صلاة ربعين يوم زدت ورح تغدوة زدتها ربعين يوم وتصور أنك يأتيك ملك الموت قبل انقضاء أربعين يوما كيف تلقين ربك وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام من ذهب إلى كاهن وفي رواية إلى عراف وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وفي رواية لم تقبل له صلاة أربعين يوما أتقوا الله في عباد الله يا إمرأة يا من تنتسبين لرسول الله خلي أمة رسول الله في حالها خلي أمة رسول الله تتزوج خلي أمة رسول الله يولدوا خلوا أمة رسول الله يعيشون حياة سعيدة راكم تأذيوا في رسول الله راكم تأذيوا في ربي سبحانه وتعالى لأن ربي ما يحبشك يشوفكم تضلموا أولياءه وعباده واربرا قال في الحديث الخدوسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وأقسم لك بالله العلي العظيم هذا العروس يعني لك ما تسمحش لحاماتها وما تسمحش لعجوزتها أقسم بالله ما تعيشي حياة سعيدة وراهي تنتظرك يوم القيامة وتخفو في زوج أمام الله وهي تقتص منك إذا ما عندك شبه تخلصي راح تدي من السيئات لك شما عندها تدي عليها إذن توبوا إلى الله هذا زلازل هذا فيضانات هذه أمراض هذا سرطان هذه متاعب توبوا إلى الله عز وجل وخلوا الناس لله عز وجل هو الرب هو الحاسب هو الرقيب هو الذي نتفع عنه خافية إذن يا أختي أنا أقول لك كوني حاذر من تصرفاتي أي إنسان رأي اسمع فيها حذاري حذاري الأكل بأي مكان الأسرار يعني غلقوا بيوتكم تذكروا على الله عز وجل وكونوا ياقذين وحذرين وعليكم بالكتاب والسنة والكتاب والسنة والكتاب والسنة والرقية الشرعية والله أعلم ومعنا فاصل ونواصل أبقوا معنا وسنعود وشكرا نحن عدنا والعود أحمد ومعنا رؤى كثيرة وصلت الحصة ومنها أمت الله من ولاية الجزائر العاصمة وبالتحديد بلدية الأربعاء تقول رأت خالتها المتوفية تطلب منها أن تجلب لها الحناء أن تجلب لها الحناء هذه رؤية وفي منامه آخر كانت في إحدى السيارات الجميلة ومن مجرد نزولها منها حاولت أفعى صفراء اللون أن تهاجمها فقام زوجها بحمايتها منها نعم إذن نقول خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه وخيرا لنا وشرا لعدائنا والحمد لله رب العالمين إذن هاتان الرؤيتان إن صحتا وصدقتا تبيناني وتظهراني أن الحنة في المنام جيدة الحنة في المنام رؤيتها جيدة والحنة هذه كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا كذلك فيها أحاديث صحيحة وهناك من العلماء من كتب في الحنة أنا أملك كتاب اشتريته يتكلم عن فوائد الحنة الدينية والصحية ويذكر أيضا كذلك تاريخ الحنة أو تاريخ الحنة الحنائي فالحنة هي في المنام رؤيتها جيدة فهي للمريض شفاء لره مريض وشب الحنة لأن الحنة فيها فوائد عظيمة والرسول كان ينصح بها ومرة نصح أبا قحافة بابة أبا قصدر قالوا عليك بالحنة أخذب يا أبا قحافة معناها عنده نحية شيبة قالوا أخذبها دلها الحنة وفي رواية حمروا أو صفروا هذا حديث صحيح تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الحنة رؤيته في المنام هي الشفاء للمريض ولغير المريض هي فرح لأننا واحد راح يتختم يتطهر مرة راح تزوج رجل راح يزوج جلعيد صغير جلعيد كبير جاءت عاشورة أو جاء المولد النبو الشريف إن شاء الله الناس تدير الحنة لأن الحنة تستعمل للأفراح تستعمل لاستقبال المواسم الدينية ولهذا رؤيتها في المنام جيدة ولله الحمد أما الرؤية الثانية كنت في السيارة جميلة ما شاء الله هذا تغيير حال إلى حال أفضل إن شاء الله الحياة التاحكة ستغيير إلى الأفضل بإن الله أزوج الله ومجرد نزولك من السيارة حاولت أفعى الصفراء لون أنتو هاجمك لكن زوجك قام بحمايتك الأفعى هي يا إمرأة كوني حاضرة أختي حاضرة ما تحكي سرارك النساء نشط يتلقى قدام السيد يحكيوا حياتهم في الجامعة يحكيوا في المرشي يحكيوا وكأن هنا عايشين مع خديجة أو جويرية أو أم سلمة أو ماريا القبطية أو ميمونة وإنتي ما كيش عايشة مع النساء الرسول ما كيش مع عايشة مع النساء الصحابة القلب الصافي الذي ينبع بالخير ولهذا ما تفقوش تحكي ولا أسراركم في الترامي والله سمعتم يحكيه في الميترو في الترولي في الكار في الطريق تلقى يسلمي عليها سلمي عليك واسرارك يلبس لبس ما تحكي لها أسرارك ما تحكي لك أسرارها وخاصة بعض الأسرار ما نزمش تتحكيها وما يحكي كلش إلا من رحم الله عز وجل ولهذا الأفعاء ما يشمل لها وخاصة اللون الأصفر الشر الألواني والعياذ بالله ولهذا حاولي أن تكوني ذكية ومرنة وأيضا كذلك محافظة على صلاتك ومحافظة على الأذكار والاستفار والدعاء وساعد نفسك أحيانا يعني بالصدقة ولو بشراء خبزة أو ثلث خبز وتصدق بهن على فقراء قرابتك أو قرابة زوجيك أو فقراء جيرانك وكوني حاضرا وكوني قريبا من الله عز وجل والله تبارك وتعالى يحفظنا وإياكم من جميع شرار خلقه اللهم آمين آمين والله أعلم كذلك معنا أسماء من ولاية بورج بوري ريج رأت أنها كانت تنو الخروج من المنزل ووجدت حذاءين أبيضة وأسودة فاختارت أنا كتبت فاختارت إذن لابدان من نقطة وقرحة تتصبح خاء إذن فاختارت ماذا تختار ثم اقترحت عليها أختها الحذاء الأسود بما أنه يناسب ما ترتديه أما والدتها نصحتها بانتعال الحذاء الأبيض وفي الأخير أخذت بنصيحة أمها مع العلم أنها عزباء مع العلم أنها عزباء هذه رؤية ولها رؤية ثانية إن شاء الله إن أتاحت الفرصة نمر عليها بإذن الله عز وجل إذن نقول خيراً تلقيناه وشراً تتوقيناه وخيراً لنا وشراً لأدائنا والحمد لله رب العالمين إذن النصيحة أمك هي اللي اخذت بها هي في محلها وما دمت عزباء يعني أنا نظن كين زوج يعني كل واحد منهم يحاول أن يتقدم لخطبتك لكن لا تعملي بنصيحة أختك أعملي بنصيحة الأم لأن أمك اختارت لك الحذاء الأبيض وأختك اختارت لك الحذاء الأسود ونصيحة الأم هنا مقدمة على نصيحة الأختي ولهذا الجنة تحت أقدام الأمهات جن أمك هي جنتك ونارك إذن في هذه الحالة خذي بنصيحة الوالدة والأم ما تريد لك إلا الخير والله قدما أنت تحسي تديري الخير نفسك والله ما تعرف الخير نفسك كما تعرفه أمك لك يمك تحبك الخير اللي كنتي أكثر من تحبه أنت نفسك نعم إذن الحذاء هنا الرجل الحذاء هنا هو الرجل واللون الأبيض هو الأمن والسلم واللون الأبيض هو الأفضل والخير والبركة وأنا أقول لك إن شاء الله انتظري خطبة أو خطوبة أو زواجة بإذن الله أزوج الله أسأل الله أن تكون قريبة لا بعيدة وأن تكون عاجلة لا آجلة اللهم آمين 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 وأكثر من الاستغفار وقوله الرحمن كما جاء في سورة مريم ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين كثير من هذه الآية وهي آية من سورة مريم وهي دعاء نبوي صحيح قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم ومعنا رؤية أخرى لأختنا أسماء من ولاية برج بعر ريج وفي منا من آخر رأت والدتها كأنها ارتحلت لمسكن جديد وكانت هناك طفلة صغيرة جميلة وضاحكة تمشي وراءها وتتبعها ثم قامت بإدخالها إلى مسكنها الجديد وتبنيها نعم إذن نقول خيرا تلقينه وشرا تتوقينه وخيرا لنا وشرا لأعدائنا والحمد لله رب العالمين إذن الطفلة المسكن الجديد الواسع في المنام يدل على حياة سعيدة طيبة هادئة آمنة مطمئنة وطفلة صغيرة جميلة وضاحكة تمشي وراءك جميلة أنتظري بشراء الطفلة موش كما الطفل الطفلة بشراء والطفل فيه كلام أحيانا يكون مليح وأحيانا الرؤيته ماش مليحة أما الطفلة فكلها بشراء فأقول لأختي أسماء من ولاية برج بوعريريج أنتظري بشراء بإذن الله أمين والله أعلم ومعنا اتصال أهلا ومرحبا أهلا بكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بك أهلا أنا مصيرة من عنابة إيه ما شاء الله مدينة عنابة مدينة الخير والبركة والعذية مدينة بونا يعني ولاية طيبة وشعب شكور سأل خاقدر أن أتصل بكم من أجل رؤية خير إن شاء الله خير إن شاء الله أنا تلميذة أدرس الجامعة أنت طالبة ماش تلميذة أنت طالبة أنت راكي راكي مستوى الله يبارك درك يا عيسك ربي يا حفظك آمين آمين أهلا حلمت أنا حلمت بلي ديما مش مرة مش زوج قده المرة نحلم بلي كشغل في ظهري الفيران كشغل ديما لسقين ياسر في ظهري الجوردان مش حتى الفيران يعني الطبات والفيران الجوردان الكبار مش حتى الفيران نعم طبات الكبار هذو أحنا نسموه طبات العاسمه هو ما يسمونا بالجوردان نعم نعم شفتي نحب نحيهم هاكا نمدي يدير هاك اللاورة نحب نحيهم من ظهري هاك شغل حشك يتبزاو هاكا ما يبقاوش على شكلهم هم والنحيم حتى من شعري يعني حتى في شعرك موجودين حتى كنحب حتى نطيرهم هاك من شعري هاك شغل ويموتوا هاك كنحب نطيرهم ديما نحلم بها الحلمدية ورقيته لما رقيتش يا طالبة آها جامع ألم ينصحك القرابة أو الوالدة أو الوالدة أو الصديقات ألم يوجهوك وينصحوك بالرقية الشرعية لا ما الفين يهضرون لنا الناس برا هاك يقولوا لها يقولوا له ديه ورقاها ديها رقاها بطح ديما بشغل كي نعطلة ديما يحب يجيب تكون تصري حاجة ديما ديها وما لاحظتش ما لاحظتش أنه عندك حساد يعني نلاحظ بصح نتغادى برك وما لاحظتش أمورك شية بطيئة في كل حاجة نعم أنت محافظة على الصلاة يا نصيرة أنا لا نصلي ونبطل نصلي ونبطل يعني نصيرة من عنابة تصلي وتبطل عنابة مدينة بونة مدينة العلماء مدينة التاريخ وفيها نصيرة الطالبة الجامعية تصلي وتترك لا لا يا نصيرة لا لا ترجع إلى هذا حاولي أن تداومي عن الصلاة صح ولا لا نعم حاولي يا نصيرة وابقي معنا يا نصيرة وستسمعي الجواب وأسأل الله أن ينصرك في الدارين إن شاء الله وابقي معنا إن شاء الله وستسمعي الجواب إن شاء الله مرحبا بك خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه رؤية الجردان أو كما يسمى عندنا هنا في الجزائر العاصمة الطبات يقولك طبة وجمعها طبتان ومثلناها طبتان ومثلاثة روح الجمع الطبات كما يقال ولكن في كتبي وقواميس اللغة العربية وبكتبي تعبير الرؤى والأحلام تسمى الجردان الطبات يسمونه من جردان وأنت عندك الفئران والجردان في ظهريك وفي شعريك ما وش ملح رؤيتهم في المنام ما يش ملح يا أختي ما يش ملح أنا ما أنصحك به سيدتي كوني حاضرة ألا تأكلي في أي مكان وألا تفشي أسرارك وأن لا تتركي حقيبتك في أي مكان مفتوحك شمير ملك فيها كوني حاضرة وأنصحك بالرقية الشرعية لا بد وضروري وأكيد أن يكون أثناء الرقية حاضراً معك محرمك شكون بابك خوك عمك خالق جدك أما تروحي وحدك الراقي لا أبداً وأنا أفضل وأنصحه أن تكون الرقية في الميت إذا كش ما كان في الدار كش مرمين أثناء الرقية بإذن الله مع حذاقتي الرقية إذا كان حاذق وموفق وقدين في الرؤية ويعرف الملح لما يكون يلقي في الدار تظهر أشياء يكتشفها بإذن الله عز وجل فيقضي عليها بإذن الله عز وجل إذن أنصحك بي أن لا تترك الصلاة يا أختي نيسا نرى مهموم وإذن يترك الصلاة كيف أربي عاونه ما يربي ما يعاونه إذن 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 نحن نكون نتعبنين وقلقانين ونمر بمشاكل لازم نرجع والربي بالصلاة والصدقة والاستغفار والدعاء ونتمسك بحبل الله عز وجل وأنا وأنا وأدعو الله لك التوفيق أدعو الله لك بالتوفيق أدعو الله لك بالتوفيق والنجاح في جميع مشوارك الحياة والأخروي اللهم آمين آمين والله أعلم وإلى حسة قادمة أخرى إن شاء الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته